اكد سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ان مدينة القدس المحتلة شهدت في الفترة الماضية تطورات بالغة الخطورة تمثلت في تصاعد وطيرة الانتهاكات الممنهجة والتي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلية بحق ابناء الشعب الفلسطيني واقتحامها المستمر لباحة المسجد الاقصى المبارك واعتداءاتها على المصلين والمقدسيين المرابطين على ارضهم ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي بالجلسة الطارئة للبرلمان العربي حول الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية في فلسطين والتي عقدت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية وبمشاركة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وأشار رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى أن سلطات الاحتلال تمادت في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني من خلال قصف متواصل تعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة وأسفر عن سقوط المئات من الشهداء وآلاف الجرحة وأوضح العسومي أن البرلمان العربي قاد منذ اللحظة الأولى لوقوع هذه الانتهاكات والاعتداءات تحركا دبلوماسيا برلمانيا عربية على كافة المستويات من أجل حشد الدعم الإقليمي والدولي لنصرة القضية الفلسطينية والوقوف أو الوقف الفوري للجرائم التي تقوم بها سلطات الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مدينة القدس وقطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ولفت العسومي إلى أن البرلمان العربي سيظل في حالة عقاد دائم وتواصل مستمر مع كافة البرلمانات الإقليمية والدولية المؤثرة لحثها على اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر